اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يربط مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة من علاقات راسخة قائمة على الترابط والرؤى المشتركة والتي تستند إلى عمل متكامل وشراكة استراتيجية متميزة تشهد على الدوام تناميا على كافة الصعب ونوها سموه بما تشهده هذه العلاقات من رسوخ ونماء في ظل ما تحظى به من حرص واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم وأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة حفظهم الله لمواصلة تطويرها وتنميتها بما يحقق الأهداف والتطلعات المنشودة جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم في قصر لقضبية أخيه صاحب السمو السيد ذيزن بن هيثم بن طارق آل سعيد بمناسبة زيارته لمملكة البحرين وذلك بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل ومعالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وعدد من كبار المسؤولين حيث حمله سموه نقل تحياته إلى جلالة سلطان عمان وتمنيته للشعب العماني الشقيق بدوام التقدم والنماء وأشار سموه إلى حرص مملكة البحرين على مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون مع سلطنة عمان الشقيقة والتفع بمسارات العمل والتنسيق المشترك نحو فضاءات أوسع بما يحقق توجيهات حضرة صاحب الجلال ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في هذا الجانب كما أشاد سموه بالتطور الحضاري والتنموي الذي تشهده سلطانة عمان الشقيقة بفضل رؤى وتوجهات جلالة سلطان عمان لافتا سموه إلى حرص مملكة البحرين على مواصلة التنسيق والتعاون الثنائي مع سلطانة عمان ليطال مختلف المجالات كما جرى خلال اللقاء استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة مختلف المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية من جانبه أعرب صاحب السموه السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق أل سعيد عن شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ولصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ما يلونه من حرص واهتمام على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة والدفع بها نحو آفاق أشمل بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا لمملكة البحرين مزيدا من التقدم والازدهار اشتركوا في القناة